المشروع الإصلاحي المشروع الإصلاح مفهوم دولة القانون والمؤسسات والتي جاءت منذ تولي حظرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله مقاليد الحكم هذه الإنجازات تبلورت في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي مقدمتها الإطار المؤسسي والدستوري واستكمال بناء الدولة الوطنية الحديثة الذي حدد الهوية البحرينية والانتماء الوطني والمواطن النتائج هذه الرؤية كتيب سودر سنة 2016 عن عملية تمكين المرأة وكانت هناك 16 نموذج من عدة دول من الصين من سيرليون من كينيا من اليمن من السودان من مملكة العربية السعودية أنه كيف هذا النموذج ساعت هدول السيدات في تمكينهم من مشاريع بسيطة وكيف أنه هذه المشاريع كبرت بشكل كبير جدا ووصلت إلى العالمية وكيف أنه هدول السيدات نفسهم وصلوا من عبر التمكين الاقتصادي إلى التمكين الاجتماعي والتمكين السياسي نقول لهذا الرجل الذي بصماته موجودة في كل مكان في البحرين ألف شكر وتقدير على ما تقدمه للبحرين ولأبناء وبنات في البحرين وأنا الحقيقة بدوري كأكاديمي الحقيقة أدرس هذا النهج لأبنائي وبناتي المرأة البحرينية حظيت بمكانتها المرموقة وحقوقها وحقوقها في شتى المجالات نظرا لاعتلائها مناصب قيادية عديدة مما انعكس على وضع المرأة البحرينية بتطوير واقعها ومعدل مشاركتها فأصبحت واقعا في البنيان أبرز المحطات اللي مر فيها المشروع هو إنشاء جمعية الصحفين في عام 1999 وبعد ذلك قانون الصحافة والنشر قانون المطبوعات في 2002 اللي وفر يعني غطاء وحماية أكبر للصحفين لممارسة عملهم هو اليوم أصبح منهجا تمارسه اليوم المؤسسات الحكومية والشعب بشكل عام وبالتالي انعكس كذلك على قبة البرلمان التي نفخر فيها نحن اليوم كبحرينيين وبفضل الجهود الواعية للقيادة الحكيمة في توثيق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدة ومساندة الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء ودعم سمو ولي العهد حفظهم الله والشعب البحريني كافة وتقديمهما للمواطن البحريني حياة سياسية حافلة بالمشاركة وحقوق الإنسان وبضمانات الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص أصبحت البحرين اليوم تقدم الانموذج الرائد والمتميز لكافة دول العالم نظرا لوضوح ملامحه وصورته العصرية التي تتلائم في رسم أحدث الطرق الديمقراطية في العالم طلال نايف لمركز الأخبار تيفزيون البحرين